أصدرت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثة معلومات عن مستجدات الحرب تفيد أن الجيش الروسي قضى على 43 واحدة مدفعية أوكرانية في 157 منطقة وضرب أهداف عسكرية أوكرانية في دونسك وزابوروجيا وأماكن أخرى قال وزير الدفاع الروسي سيرجيشويغو في اليوم نفسه أن أكثر من 200 ألف شخص تم حجدهم في الجيش وفي اليوم نفسه أعلن الجانب الأوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت أكثر من 1500 مستوطنة وفقا للمعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثة فقد استخدم الجيش الروسي صواريخ عالية الدقة لضرب أهداف عسكرية أوكرانية أدمر خمسة مواقع للقيادة و43 واحدة مدفعية للجيش الأوكراني في 157 منطقة ودمر عددا من مستودعات الذخيرة في مناطق دونتسك وزبروجيا ونيكولايف كما أباد الجيش الروسي المقاتلين الأوكرانيين والأسلحة والمعدات في اتجاه كوبيانيسك وبلدة كاراسني ليمان وليسي تشانيسك واتجاهات أخرى وفي اليوم نفسه قال وزير الدفاع الروسي سيرجيشويغو إن أكثر من 200 ألف شخص التحقوا بصفوف الجيش الروسي منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية وأن هؤلاء الأفراد سينفذون عمليات عسكرية خاصة مع القوات المشاركة في القتال بعد الانتهاء من التدريب من ناحية أخرى وفقا للقناة الرابع والعشرين الأوكرانية فقد استعادت القوات المسلحة الأوكرانية عددا من المستوطنات في منطقة خيرسون بما في ذلك قرية دافيدوف برود ووفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية أعلن كيريل تيموشينكو نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة الأوكرانية استعادت ما مجموه 1534 مستوطنة بما في ذلك 483 مستوطنة في منطقة خاركيف